سيكون العراق مشارك بهذه الحرب؟ شارك وليس مشارك شارك اليوم بقصب قاعدة اللي كما ذكرنا الاتفاقية تقول حمايةها دولة من واجب الحكومة الحكومة من ما شاركت راح تقولها فصال فوقها يعني فوق القانون أيضا الطائرات واللي ضرب إسرائيل راح إسرائيل تقول انتم دولة مواجهة وهي ما اعتبر العراق مو دولة مواجهة إذن انت ناصرت عدوي إسرائيل بس تريدوا لحجب هاي القانون والقوانين وأيضا رومانيسكي كانت اليوم اتهدت قالت ديروا بالكم تضربون الدبلوماسيين والجيش قبل ما يصير هذا القصوف راح ننتظر ونترقب كيف يكون الراد إذن المفروض تلابي صاير تراب وأيضا عسقلان لكحينها بالماء يا سيد العزيز هذا مو منطق هذا مو منطق استاذ علي مو أنت بداياتك كان كلامك راقي كان كلامك راقي وكلام منطقي عجبلي جدا أنا أتمنى من جنابك الله يكون كلامك موحب وقصارك يعني المنطق تنحي وتتحمل الضربات أنا مو محبوط لهذا يا سيد علي سحر اسمحي لي هذا أنت تتكلم على قوتين لا غير متكافئة ولا يجوز المقارنة معهم مطلاقا يا سيد العزيز يعني شكري دي أقول لك مثل جمال عبد الناصر سنبقي صلاة الماضحة والحكومة ما تقبل والحكومة ما تشترك والله إذا اشتركنا يومين ما نقدر نصمد لا قدام الشعب ولا قدام أحضر اشتركوا في القناة